بسم الله الرحمن الرحيم تمنتاشر خمسة عشرين عشرين تمام هذا التاريخ سيفي يذكر كثيرا ولسنوات قادمة بإذن الله على أساس نحن عاشين في فترة حالي جاي يمر بها العالم بأجمع وبأسره بسبب فيروس ضئيل صغير جدا لا يرى إلا بالميكروسكوب الإلكتروني ألا وهو فيروس كورونا فيروس كورونا حجمه عبارة عن أو يساوي من 3 إلى 4 ميكرو جرام تمام طوله لا يتعدى 120 نانو میتر أو 150 فيروس كورونا له تدعياته العديدة وتأثيراته السلبياء المختلفة في جميع المجالات فيروس كورونا ما أثرش على الصحة العامة فقط لا ده أثر على جميع النواحي وأثر على الإنسانية بأكملها في جميع النواحي له تدعيات سياسية وتأثيره على الصحة العامة تأثيره على البيئة تأثيره المختلف على جميع مجالات الحياة اللي احنا عايشينها تأثيره على الناحية الاجتماعية لو كلمنا عن تدعياته على العلاقات بين البلدان وبعضها والنواحي السياسية دوقتي احنا في الوقت الحالي بنشوف قد امريكا بدأت تلق اللوم على الصين فان هي اظهرت عدم شافيتها في البداية عند ظهور الفيروس كورونا عندها في وهان الصينية وقالوا ان هذا المختبر اللي موجود عندهم هو السبب في هذا الفيروس هل صنع الفيروس عن طريقهم هل خرج منهم عن طريق السيطرة اتهمات كثيرة بين الدول وبعضها وطبعا يعني ده كله بسبب فيروس ضئيل وطبعا وما اتيتم من العلم فعلا الا قليلا يعني هذا الفيروس الذي لنا نراه بالعين المجردة اتعب العالم كله وسبب رعب وفزع في جميع بلدان العالم النهاردة بنتكلم تقريبا في عدد اصابات يعني ما يقرب من خمسة مليون تقريبا او تخشعر خمسة مليون عدد الروفيات تتجاوز حوالي نصف مليون يعني عدد كتير جدا وعدد فضيع جدا بمقارنة ان احنا هذا الفيروس لحد هذه اللحظة لم نجد لها اي لقاح واقي ولا علاج شافي جميعها محاولات اصبحنا الان فيه داخل نفق مظلم للأسف لم نستطع الخروج منه ولن نستطع الخروج منه حتى ان احدث الابحاث والعلماء اللي هم بيبحثوا في هذا المجال قال لك على الا لو حبينا نطلع لقاح واقي ضد هذا الفيروس فعلى نهاية العام واحد العلماء قالوا ولا بعد سنتين ثلاثة ممكن يطلع لقاح نفس الادوية والعلاج برضو هي كلها محاولات ولم يثبت الى الان علاج واقي وفعال 100% وكل يوم بيطلع علاج جديد وكل يوم بيطلع رأي جديد فمن هنا هنبدأ الحديث عن هذا الفيروس فأصبح دلوقتي خطر جدا وبنصر خطورة جبيرة جدا على جميع المجتمعات في كل دول العالم قالوا انه بتأثر بالحرارة ولكن احنا دخلنا فصل الصيف وما زال الاعداد بتزايد أصبح الكرة افريكيا اللي هي في الحرارة عليا مستهدفة وفي خبرات توقع ان مئات الالاف ستصوف في افريكيا يعني في المستقبل في الايام القادمة ورغم الحرارة العالية طبعا قلنا نبضة بسيطة جدا عن تداعياته السياسية نخش في تعدادات الاجتماعية أصبح فيه تباعد اجتماعي وضع ضروري جدا أصبح الناس دلوقتي بتحاول تباعد عن بعضيها ما فيش حد بيزور حد حتى المريض ما حدش بيزور أتذكر ان في أحد المستشفات اللي هي عزل بتلاقي المريض لوحده ما حدش بيزوره ما حدش بيجيله لأنه ده أصبح ممنوع فأصبح لها تداعيات اجتماعية خطيرة جدا حتى الإنسان اللي بيتعزل في بيته برضه بنبعده طبعا عن كل المحطين حواليه ويخلل له أدوات معينة وغرفة وأدوات خاصة لوحده أصبح يعني الناحية الاجتماعية أثر عليها فيروس كورونا الحسن الوحيدة يمكن اللي عملها اللي هو بالنسبة للمناخ والبيئة فعلا وجد ان المناخ تحسن بنسبة حوالي 40% ونسبة كبيرة جدا في حوالي 363 مدينة في العالم اتحسن ليه لأنه أصبحت بوقت حركة الطائرات توقفت عظم السيارات بأصبحت نتيش المصانع توقفت عن العمل أصبح الناس ما بيخرجوش قلة في الضرورة أصبح الجو أكثر نقاءا نسبة الأكسجين علاج جدا سنة أكسجين الكربون قلت بدأ الكوكب فعلا يتنفس الهواء النقي وفعلا كانوا بيطلعما يتوقعوا أن فيه كارثة تحصل بالقريب العاجل بسبب تلوث الهواء وصف بطبقة الأذون الذي التحمى بنسبة كبيرة جدا في القرى الخطبية فإذن يعني فيروس كورونا رب ضررت النفع بس مش عادة رب ضررت النفع لأنه طبعا هو تأثيراته السلبية لأسف أكتر بكثير جدا من إيجابياته طبعا بمراحل نقدر نتكلم عن فيروس كورونا كتأثيراته بقى على الصحة العامة وصحة الإنسان وده الموضوع الساعة حقيق وكل العلماء والباحثين بيبذلوا جهوب كبيرة جدا وجميع الدول بتوفر مليارات لأنه طبعا أسرى ناحية الاقتصادية خلت جميع الدول تكبدت مليارات بلتروليونات الدرالات من الخفارات في جميع الدول سواء دول غنية أو دول فئيرة أصبح فعلا أسرى ناحية الاقتصادية أصبح فائلات خطيرة تدعياته اشتملت على كل المجالات المجالات السياسية والاجتماعية وحتى المناخ وطبعا المجال الصحي اللي هو أصبح يهدد صحة العالم بيأتملوا بما فيها الكادر الطبي أصبح نبدأ نسمع عن تهاضر طبية وفي مختلف الأعمار يصيبوا بهذا الفيروس وفقد حياتهم للأسف فيروس كورونا طبعا مستجد كوفيد ناينتين اللي هو كورونا فيروس ديسيد ناينتين ده اسم العام اللي اكتشف فيه هو طبعا اكتشفناه في ديسمبر في الصين طبعا طلع منه أنماط جينية كتير جدا بيقولك وصل له سبع عن ماط جينية الفيروس بيتحور عشان كده مثالله لقاح واقل حد النهاردة كل يوم بيشوفه سلالة جديدة طرعت فيه سلالة في هونكونج سلالة في الصين سلالة في أوروبا سلالة في أمريكا أصبح دلوقتي والعلماء في حيرة كبيرة جدا عشان يجدوا لقاح بسبب أن هذا الفيروس يتمحور ويتغير مؤتد تاني وعبارة عن RNA فيروس طبعا وهو يعني كأن يعتبر غير حي خارج الجسم البشري ولكن مجرد ما يتمكن ويخش الجسم البشري ويخش الخلية يبدأ يمرس نشاطه ويبدأ يصخر الخلية في قدمته وتصنع ملايين الفيروسات عن طريق هذه الخلية التي أصبحت في خدمة هذا الفيروس لو جينا نتكلم عن تاريخ الأوباء في العالم طبعا لو رجعنا للوباء أيام الدولة الخلفاء الرشيدين فعاد عمر بن الخطاب كان بينتشر طعم في هذا الوقت وطبعا كان فيه مقولة شاهدة جدا قالها أو حديث عن الرسول قالك إذا قدمتم إلى بلد ووجدتوه فيها أو إذا سمعتم به في أرض وقدمتم إليها أو إذا سمعتم به وهو في أرض فلا تقدمه إليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تهربوا منها فرارا اللي هو إيه؟ اللي هو الحجر الصحي إن إحنا دلوقتي إذا لقينا الفيروس انتشر في مدينة معينة يجب الناس اللي فيها ما يخرجوش وإن خرجوا يخرجوا بطريقة منظمة عن طريق التحيل الحديثة اللي طلعت عن طريق التنصيق الجيد المستمر حتى عمر بن العاص قالها برضو يا أيها الناس إن هذا الوباء أو هذا الداء هو مثل النار في اشتعاله وأنتم وقودها فتبعدوا واحتموا في الجبال حتى لا ينتشر الفيروس وفعلا فعاد عمر بن العاص تم القضاء على الطعوم اللي انتشر واللي أخذ بعض الصحابة ورحوا ضحياه بعض الناس والأئمة والعلماء فأصبح إن الوباء هذا من أيام القدم والتاريخ الإسلامي والحمد لله الدين بتاعنا والإسلام نصح بالتباعد الاجتماعي وذكر حجر الصحي منذ 1400 عام تقريبا تمام نجي نتكلم عن تاريخ الوباء عالميا طبعا نتذكر إن احنا الصين طبعا كل الناس بتقول إن هي كان البقرة بتاعة الفيروس اللي بدأت فيها على أيام الضعيم الصيني الشيوعي اللي هو ماوتي تونج حصلت مجاعة طبعا كان فيه طائر اسم الدوري ده كان بيتغذى على المحاصيل الزراعية وسبب ركود كبير في الاقتصاد الصيني أمر هذا الضعيم الصيني بأن المواطنين أو الشعب لازم يجدع على هذا الطائر وفعلا قاموا بقتل الماليين من هذا الطائر تمام الطائر هذا للأسف كان في ميزة برضو حلوة قوي إنه كان بيتغذى على الجراد والحشرات لما أضع على هذا الطائر أصبح انتشر الجراد والحشرات والجراد والحشرات أتى على الأخضر واليابسة ودخلت الصين في مجاعة كبيرة جدا طبعا الضعيم الصيني كان طلع كاردة 1958 دخلت الصين في مجاعة كبيرة جدا في 1962 ومنذ هذا الوقت وتعلم الصينيين أنهم يقولوا كل شيء يتحرك دخلوا في مجاعة جمدة جدا بدأوا يكل الخفافيش والتعبين وحاجات كتيرة جدا ما فيش أي حد والفيران حدش يتوقع أبدا أن إن إنسان يقدر يقولها أو يقدر يقرب منها أو يتعامل معها فده تاريخ الوباء في العالم طبعا كان العالم على موعد خطير جدا سنة 1920 مع نمط خطير جدا من الإنفلوانزا وهو الإنفلوانزا الأسبانية اللي راح ضحيطها حوالي 100 مليون وقابليها برضو كل 100 سنة للأسف هل هو بمحضة صدفة الله أعلم هل هو حاجات قضاء وقدر من عند الله طبعا أثير تمام برضو في 2022 كان العالم مع موعد الكوليرا وباء الكوليرا اللي هو كان في أندونيسيا وطايلاند تمام والفلبين وأطر مئات الألاف تمام في 1720 كان العالم مع موعد مع وباء الكوليرا اللي أتى طبعا العديد من الناس خاصة في فرنسا مدينة مرسيليا بالتحديد فإذا كل 100 عام للأسف العالم مع موعد مع وباء مثل هذا الوباء اللي هو كوفيد 19 المستجد الذي لم يعرف عنه لما إلا هذه اللحظة الكثير وما زالت هناك العديد من التجارب والتجارب لإيقاد لقاح ولكن للأسف لحد الآن نحن في نفق مظلم الناس بتقول على آخر العام يعني قدامنا بتحديده 17 شهر على الأل الناس بتقول علماء متمكنين جدا بقولوا لا ده قدامنا سنين كمان عبر منطوك هذا اللقاح يبقى إذن بقى الحل إيه هنا؟ حل الوقاية الوقاية أخير من العلاق ولا يطلقوا بأيديكم إلا التهلكة واحسنوا إلا الله يحب المحسنين نحسن إزاي؟ أن نحن نحافظ على التباعد الاجتماعي نستعمل الكمامات الكمامات عندنا أنواع كتيرة جدا ذي اللي قدامي ده هايت هذه أنواع الكمامات اللي موجودة طبعا للأسف بتشوف نفس بعض الأحيان من فصل الكمامات من قماش لا الكمامات اللي قدامي ده هايت وفي أنواع تانية دي معمولة ببسطة شركات عالمية ومصممة أن الفيروس ما يعديش من خلالها ده ما قلنا الفيروس من 3 إلى 4 ميكرو جرام 150 نانوميتر ضئير جدا ممكن يعدي من أي أماش من أي حاجة فهذه الكمامات فيجب أن الإنسان لم يستعمل كامامات مشروح يفصل الكمامة ولا يقولك ده أنا أعمل على ده ما فيش كلام ده ولط طبعا كامامات دي يجب أن يكون من المصدر الموصول به المصدر المصرح به من قبل المختصين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وموجودة وتوباع مثلا في الأماكن المخصصة لذلك تمام فيجب أن على جميع الناس وجميع المواطنين أن هما يلتزم كامامات السليمة الصحية مع التباعد الاجتماعي مع البعد عن مصدر العدوى طبعا يعني ما قلنا تاريخ الوباء تاريخ طويل وعريك جدا وللأسف هذا الوباء مستعصي هما الفيروسات كده على مثلا يعني حتى عندنا فيروس الإيد لحد الآن لم يجدوا له لقاح واقي في علاجات ومحاولات ونفس الكلام بالنسبة لفيروس كورونا إلى الآن لم يجد لها علاج واقي علاج فعال أو لقاح بواقي طيب لو دخان لو كلمنا عن رحلة هذا الفيروس منذ البداية إلى أن يقضي على الإنسان الفيروس طبعا بينتشر عن طريق الرزاص تمام اللي هو بيطرع من العطس والكحة تمام استعمال الأدوات الفيروس تقيل نسبيا فهو بيقعد في الهواء العلماء قالك طبعا بيقعد على الأسطح فترات كبيرة تتفاوت أكثرها طبعا في السجاجيد والبطاطين والملابس تمام أقول لهم بيقعد على النحافة تحتلت أربع ساعات وذكر بعضه العلماء وقال لك أنه ممكن يقعد في الهواء 45 جيئة وفي ناس سألهم ممكن يقعد ساعات ولكن بيستقرع على الأسطح فإذا الإنسان لما يلامس سطح يجب أنه يكون لابس جلاف ذا يجب أن يكون لابس هادهيد يجب في نفس الوقت يخسل إيدي من الوقت للتاني يخسلها بالكحل أو الميا أو الصابون لمدة لا تقلع عن 20 سنطي يبقى فيه بينه بين كله فرض مترين على الأقل تمام نحاول بقى إيه نقوي مناعتنا في نفس الوقت الفيروس هنتكلم عن المناعة بعدين وزن قوية خلينا في رحلة هذا الفيروس من بداية دخوله للجسم الإنسان الفيروس عشان يخش لازم له محطات إيه المحطات بتاعته المحطة اللي هيركل فيها المواصلة بتاعت دي أو القطر عشان يخش ويهاجم بقية الجسم الإنسان بقية المحطات اللي هيقف فيها في جسم الإنسان الفيروس وجد أنه له حاجة اسمه مستقبلات عشان الفيروس يقدر يستريح في الجسم بتاعته لازم يكون فيه عض بيستقبله سقبال حلوة كده ويبقى له مكان ووجهه يستقبله ويقدر ياخر راحة ويبدأ يشوف شغله ويضمر الإنسان في حاجة اسمه الإيست 2 اللي هو أنجيو تينسون كونفورتين انزيم انهيبتور 2 ده مستقبل على أول الفيروس ما يخش بيخش على هذا المستقبل تمام والمستقبل ده بيستقبله طبعا بيتواجد في هذا المكان وتمكن من خلال أنه يدخل الخلية ويهاجمها يهاجم أنه يخلية اللي هو الإنسان اللي هو الإنسان اللي هو الإنسان اللي دايما محافظ على صحته بيدخن تمام دايما حتى بقى فيه نشافان في الريق دايما إنسان ننصح بشرب السوائل بكسرة المفروض كل واحد يشرب على الأل واحد ونصف لتر مية وفصيب ونصف لتر مية دايما السوائل الدافع عشان كده محطة الفيروس هذي موجودة في الحلق وفي الأنف طبعا الحلق كل ما شربنا مية كتيرة بينزل هذا الفيروس مع السوائل وينزل المعدة والحمودة والحمودة بتاع المعدة طبعا بتقضي على هذا الفيروس طيب معانا مدخلة اه سلام عليك يا دكتور ايمان فضالي وانت عايز عارف يا دكتور يعني كانوا بيقولوا إن إن شاء الله قريب هيلأقولوا مثلا علاج أو حاجة الواحد كده بدأ يخاك هو الفيروس عمل بي ينتشر وعمل بي يزيق طب هو فعلا مش هيبقى لي علاج دلوقتي يعني خلاص ده دكا اه سلام عليك يا دكتور الوقاية يعني هي ده تبقى علاجنا طب الوقاية أنا ازيها هقف نفسي طبعا لابد بتعرض حاجة طبعا هي بتسأل سؤال مهم جدا والعالم كله بيسأل هذا السؤال والناس كلها منتظرة الإجابة لهذا السؤال قال هو متى سنجد علاج فعال واللقاح موكلة هذا الفيروس للأسف لحد النهاردة طلعت محاولات بالنسبة للأدوية طلعت أدوية كتير جدا قالوا الهدروكسوكلوروكوين أو كلوروكوين واحد العالماء الأفارق وتقيب المستودان قال لك ده هو ده العلاج الفعال لأن المكروب ده هوت أو الفيروس ده هوت بيستهدف كرات الدم الحمراء الهوموغلوبين والأكشجين المحمل عليها تمام فهيضا الفيروس بيستهدف كرات الدم الحمراء والهوموغلوبين وبالتالي قال لك لهدروكسوكلورو يكون أنسب علاج لهذا الفيروس تمام وهو فعلا ميكانيزم التحته أو طريقة عمله إنه هو فعلا بيقضع الأكشجين في الدس ولو يقصر الكربون بيقصر وبالتالي الإنسان بيقش فيه فشل في التنفس وفشل في القلب فطبعا بالنسبة للمشاهدة اللي هي بتسأل السؤال طبعا للأسف لحد النهاردة مفيش لقاح اللقاح قاله على آخر العام وفيه ناس علماء متمثلين برضه قاله ولا على حتى على آخر العام بالنسبة لعلاج طلع الرمادي في فير تمام وده أمريكا وهائة الدول والغزاء الأمريكية صراحت بيه والأسف ده بيقلص مدة الشفاء وتقريبا ده مش علاج شافي كان فيه الأبليل أفكان فيه بعض مضاقت حيبني ديها طبعا في المضاعفات بتاع الفيروس دي الزيثروماكس أو الزيثرومايسن طبعا كلها علاجات لم تثبت فعاليتها بمينة في المية إذن يبقى الوقاية طبعا هنالك نفسينا إزاي ده ما قلنا بالتباعد والاجتماعي تمام بإن إحنا نلتزم القواعد الصحية فإن إحنا نحفظ على منعتنا تمام نستنشك الهواء المقي تمام نحاول نستخدم كمامات كمامات دي وقت أصبحت فرض للأسف كنا بنقول كمامات في الأن كنبضا حمالات دي حتى الإنسان اللي يمشي بالشال عاوز ميردك كمامة ليه بقى؟ معانا ماريا من سوهاج تفضلي ألو تفضلي ألو أيوة معاك سامعك إزايك بنتورة عامل إيه؟ الحمد والله تفضلي اللي كانت طيبة وانت طيبة ممكن أقوله هو إيه الحاجات اللي ممكن يعني اتخليك طيب طيب نستكمل حديثنا الصوت بيقطع طيب نستكمل حديثنا طبعا نقول دورة الفيروس في جسم الإنسان طبعا الفيروس ما بيلا المناعة ضعيفة وبيبدأ يستقر في الخلايا بيخترق الخلايا تمام ويبدأ يصخر الخلايا لخدمته بمجرد كائن غير يخش داخل الخلية بيبدأ تكون خلية كاملة ويبدأ ت скор الخلية وتصنع مئات الملايين من هذا الفيروس يخش بعد كدة من الحال يخش على الجهاز التنفسي وهن ما يكمن الخطورة دخل على الجهاز التنفسي تبدأ الحرب بينوا من المناع الجسم الإنسان وهذا الفيروس من المنتصر؟ هو اللي يعيش في الآخر الإنسان انتصر في هذه المعركة يعيش الفيروس انتصر هو الله يقدع على الإنسان والفيروس طبعا هو اللي ينتصر في هذه المعركة بيخدش طبعا على الحصولات الهوائية طبعا الجسم المناعة هنا بتبدأ بقى إيه تصار بيفرز عاصفة شو بيسمها عاصفة اسمها سيتوكينف سيتوكينف ودي بقى اللي العماء بيتحاسب الحتة دي إن هذه المادة بتفرز بكمية كبيرة جدا وإن الجسم تهزم فيها بتبقى خلايا ميتة والحواصلات الهوائية تمتلك بالماء وبالتالي عملية تبادل الغازات بتفشل وأصبح الإنسان محمل بثاني الأكسود الكربون والدم لا يوجد به نسبة ثاني أكسود الكربون الكافية اللي هي تغذي جميع عضاء الجسم الألب المهر فإذن وبعدين الفيروس هذا من فيروسات الجهاز التنفسي اللي هو طبعا لو بصدنا رجعنا تاريخ أكتشف سنة 1937 وغذف جسم الإنسان سنة 1962 تقريبا وظهرت من سنالات فارس في 2002 و2003 و2012 و2013 وأصاب بعد الدول العربية وعزل في الجمال طبعا يعني فالفيروسات الفيروس ذا من الفيروسات اللي بيحب الدهات التنفسي قوي عشان كده الأنجيوتين سيكونفيرت نظام تو هذه المستقبلات موجودة بكثرة في الرئتين فالهدف بتاعه الرئتين بيدخل الرئتين يدمرها بيخالها زي الميا عشان كده حتى من ضمن الصحفات بنشوف جي جي او اللي هو جراوند بلاس أوباسي بيتباهم في السيتي بوضوح جدا تمام بيبقى عامل زي أعرق كوبايا المخيمة كده تمام بيأثر على الدم طبعا زي ما قلنا بيبقى فيه اللينفوبينيا اللي هي خلايا المنعية بتبقى إليها جدا وكرة الدم بتبقى إليها أقل من ألفين واللينفوسيت بتبقى أقل من خمسة في مئة تقريبا فهنا بيحارب الجهاز المناع وبيقضى عليه لو الإنسان قوي ومحافظ على مناحته ونقول إذن الإنسان يحافظ على مناحته إن شاء الله وقت الحلقة يتسع بإذن الله بيخش على جهاز التنفسي طبعا ثاني أكسيتو كربون بيزيد الأكسين بيقل بيخش الإنسان في حاجة ما يفاشل في التنفس الإنسان ما بدرش يتنفس طرح يندخل على جهاز التنفس الصناعي وهم على فكرة يعني بالنسبة للإحصائيات حوالي 85% أو 20% بيتمر عليهم الأعراض دي مر الكرام يعني بيجي لهم نزل بردة عادية وميحسوش بيها الـ 15% 10% بيروح للدكتور بالنزل وشعبية بأعراض اللي حد ما متوسطة منكم ما يحتاجش الحاج في المستشفى والـ 5% للأسف بقى هما اللي بيجوا بأعراض شديدة جدا اللي يفاشل في التنفس وهبوط في القلب وـ 5% دولة اللي هما بيخش الرعاية طبعا بيحتاجوا بعض الحين جهاز التنفس الصناعي 3% منهم بيموتوا 2% بيعدوا يبقى إذن هذا الفيروس خطير جدا ليه لأن في نسبة كبيرة جدا بتبقى حملوا الفيروس ومعلاش أعراض وبتعدي الناس التنين الفيروس بقى مين للفئة المستهدفة الناس اللي هما فوق السبعين سنة حتى ما عندهمش أمراض بمستهدفين الناس اللي فوق الخمسين لو عندهم ضغط أو سكر أمراض مزمنة أو مش محافظينها لصحة وهم مدخنين مستهدفين لدى الفيروس وجد أن الأطفال أكثر مناعتوا من الخبار طبعا وأقلهم عدوى للإنسان طبعا ووجد فعل الأطفال في نيويورك مثلا ماتوا بسبب هذا الفيروس أيضا طبعا الفيروس اللي هو مكتب من الخطر تحت من دوكامين بيأسرع عدام العواية الدموية وبسبب تهاية التهابات وتجلطات عشان كده برتكول لك دهوقتي أصبح بنيدي حاجة مثالات الدم لجميع المرضى اللي هما بنعانهم من الكوفيد-19 بيخدش بعد كده له مستقبالات تانية في الأوعية الدموية زي ما قلنا وفي الأمعاء لأن حتى هذا الفيروس بيبقى له أعراض على الجهاز الهضم وبيجي بعض الحمد يسهل ومغص الكلة مستهدفة فيها برضو نفس الريسيبتور والولوان مستهدفة الانجيو تينسي كونفيرتين انزيم تو موجود في الكلة 15% من مرضى الكوفيد بيموتوا فاشه الكلوي إذن بيستهدف الكلة وبيقضى على الكلة وبيسيبها فاشه الكلوي هل هو بيأثر على الجهاز العصبي؟ آه تدعياته خطير جدا على جميع جهزة الجسم الجهاز الدوري القلب الجهاز التنفس الرئتين الكلة الجهاز الهضمي المخ بيعمل إيه في المخ؟ بيسبب بقى من بيقدر الإنسان حاسة الشم حاسة التزوق دي أعراض خفيفة جدا بتتراوح من دوخان ودوران وبيمكن يعني حوالي 30% منهم بيموتوا بتكاتات دماغية تمام؟ نزيف أو مخ لأنه فعلا الفيروس ده بيأدي إلى تلف الأوعيات الدموية والتهابات في الأوعيات الدموية تمام؟ والأوعيات الدموية بيطلع تجلطات بيحصل فيها نزيف بيضمرها ومن هنا ماكمل الخطورة الإنسان اللي عمل حاسة وجلنا نزيف في المخ بيبقى نزيف في شرين واحد بس ممكن نعمله عملية وبيشفى حتى عندنا في علم البطنة والقلب الإنسان اللي بيجرده غلطة في شرين واحد سواء في القلب أو في المخ أو نزيف ممكن نسيطر عليه وبيقوم في حالة الجلطات حالات كتيرة الحمد لله مرت على قدينة وعدت تكون عندهم ضغط والسكر كمان والحمد لله مع علاجة طبيعي شوفوا يا تماما كل يوم في أياتي بيجي لحالة جلطات ونزيف والحمد لله مع المطابعة الضقيقة وطبيعة الضغط والسكر ورسم القلب ومع علاجة الزجرة الإنسانية مريض جلطة القلب بيوشفى ومع علاجة الطبيعي بيرجع لطبيعة التامية حتى لو نزيف المخ إنما في كورونا فيروس ديسيد كورونا اللي هو الشبح اللي عين القاتل بيهدد للعالم كله جلطة المخ أو نزيف المخ فيه قاتل لأنه بيأثر على جميع شرين المخ فما ينفعش لعملية ولا علاق طبيعي إذن هذا الفيروس الناس مش عايزين هتستهون لأننا فعلا الناس لحد النهار النهاردة مش مقتنع يقول لك الفيروس ثمانها وكويتلال ده فجأة بنلاقي إنسان وقع من طوله ودخل فيه تطبيبه في التنفس وزرقان وبيفقد حياته في الحظات هو مش واخد باله فإذن تدعيات فيروس كورونا على جميع جهزة جسم خطيرة جدا بيأثر على جميع جهزة الجسم لغة بيهدد يعني أنا شفت بعض أحد الأطباء الصبب العام من جراء برضو عاملوا سوحدة العافة والفيروس جميع حكومات الأولية وحكومات الأولية وحكوماتنا مصر بالذات يمتقوا مستشفات العزل مش ناخد مستشفى عزل في أرض الكتلة السقانية ناخد مستشفى عزل مفيش فيها وحدات مجهزة طبعا يعني إن شاء الله يمكن لنا معاقق قريب جدا ولنا معاقق قريب جدا مع المحافظة عندنا طبعا وممكن الناس اللي بيسمعونه عارفين لأنه فعلا عندنا في المحافظة الفيوم أخذوا أحد المستشفى الزي بشواء وهي المفروض ما تقولش عزل أبدا لا هي مجهزة وفي قلب كتلة السقانية ومركز كبير من الصغير فهنا نرجو من المسؤولين إنه هم يتقوا ربنا ويختاروا المستشفى العافة ويختاروا الفريق الصح اللي هو يقدر ينجز في العمل وما يحسش أي حد بظل لأن هذا الفيروس خطير جدا ولا تركوا بأهديكم إلا تنهلكوا واحسينوا إن الله يحب المحسنين في مكالمة معنا تفضل تفضل سامعك تفضل أنا عندي حمرة في رجلية حمرة في رجلية آه تفضل الحمرة زيت أحيانا تجيب فتعات بتفتع الجلد يفتع يشاء وينزم ميا هو فيش حاجة مع حمرة في الرجلين يعني ما إيش انتمين طيب خلاص يعني هو طبعا لو هنتكلم طبعا على كوفيت أصبح فيه كوفيت يعني أسف فيروس الكورونا ده فعلا بيأسرع على زجلين وبسبب إحمرار في أصابع آه وأصبح أصابع كوفيت مهيزة جدا وده نتيجة للتهابات اللعوية الدموية تخسرات الدم تمام بس وإنت الحالة بتاعتك طالما ما فيش ارتفاع في درجة الحرارة طبعا أنا عرضت كورونا إنفروانزا عادية بس بتيجي يعني بعرضش جديدة جدا وحة جديدة حرارة يعني الإنفروانزا المنثيمية بتبقى فيه رشح مخاط تمام سيلم من الأم ثلاثة يام وبتروح إنما الإنفروانزا اللي هو فيروس كورونا تمام ده بتبقى كوحة شديدة حرارة مستمرة صداحة شديدة التقصر في الجسم يعني نفسه بيبقى رايح نفسه ضعيف جدا بيحس بزرقان وفي هذه اللحظة لازم يستطيع ويتصل على مية وخمسة أو يتصل بأقرب عليه بتاع بتيجي تاخده لأن إحنا مش عايزين كل واحد يبقى عنده عرض بلد يا جماعة يجري على المستشفى بتاع لا احنا بنقول الاحتكاف اللي بيحس على أنه عرض عليه انفروانزا عادية يحاول يبقى في حجر صح مع نفسه يقعد في البيت يلتزم البيت تمام لو كان مش مخارض 7 قيام لو حسنه أخاره بتاع بيعد 40 كمين طبعا ونصح أن يكون الفيروس بيتمحور لذلك إحنا دوقت الPCR بنعيده فهذا مرة ثلاثة أربع مرات نتأكد ثلاثة أربع مرات دكتور عسلبيين وبعد ما راح البيت بنعمل لي تاني من على بارة أصبح بتمحه ومش كل تحليل الPCR بضقيقة 100% بناخد مسحة من الأنف حسيت 63% مسحة من الحلق حسيت 38% وبعد الأحيان بيدي فولس بوزيتف نيجاتيب فولس نيجاتيب ريزك أو فولس بوزيتف ريزك يعني إحنا عايزين نقول إن الأصبح التحليل حتى برضو لازم بعيده أكتر من مرة طبعا بالنسبة للأخر مشاهد طالما ما فيش حرارة عندك لازم حرارة تبقى 38% فيما فوق صدوح شديد وحة مستمرة بعض الأحيان بيبقى فيه تواهان وغياب عن الوعي فقدون حافظة الشام تمام في مراحلة متأخرة أول بتصل طبعا بعد أكتر من المصباح لأن الفايلس بيخش للجهاز التنفس إمتى تضغل على الحادة من خمسة إلى سبع تيام كل دي معنا مداخلة ألو السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته لو هفت يا دكتور كنت عايز أسأل حضرتك الكمامة اللي هي المفروض نلبسها نلبسها كم ساعة تمام ولو أنا شلتها من على بوقي أرجع حطها تاني يعني لو أنا ازلتها طبعا طبعا وكمان أول سؤال مهم جدا وكمان عايزة أرف معلش آخر حاجة إيه العلاجة أو إيه يعني إيه الحاجات المفروض تكون عندي في التلاجة بحيث لو نقدر الله حسيت إن عندي أعراض كورونا المفروض أعز النفسي في البيت إيه اللي حاجة اللي ممكن أخدها ريفو مثلا أو إيه الدواء اللي ممكن أخده بحيث مثلا ما روش من الكشفة وحاول أعز النفسي في البيت تمام طبعا سألت لها كذا شكو في سؤالها نتكلم عن الكمامات الأول الكمامات أنواع كتير جدا وما ذكرت في ذلك الحلقة يجب أن أنت تروح تشتريها من المحلات أو الصيادلات المعتمدة اللي هي تجهيزات الطبية لأن فيه ناس بتصنع كمامات سمعتوا حاجات غريبة أو لا وجه الكمامات اللي قدامي ديت هي الكمامات الصحيحة تمام طبعا الكمام المفروض بمسكها من هنا بمسكاش من هنا أو من هنا خالص أهيت وببدأ ألبسها تمام حتى لما خلعها يجب برضا أن أنا أمسكها من هنا ما أمسكاش من هنا تبقى استعمال واحد الكمامات دي كلها استعمال واحد يعني أنا مثلا خرجت مشوار رحت السواء رجعت لما أرجع البيت لازم أرمي الكمامة برة ولا على الشوث بتاعي لأنه وجد أن الفيروس بيعلق بالشوت كمان بالحزاء بتاعي تمام وليه بتغيره وأحاول إن كان كده هود أو أدي المغسلة أو الغسلة اللي عندي وامني فيها تمام فإذا الكمامة هو استعمال واحد ممكن مشارك لو قعد ساعة ساعتين ثلاثة ما تخلعهاش خلعتها يبقى خلاصة على كده ولما تخلعها تمثيكها من الجزء ده وترميها تستعملهاش تاني تمام ده بالنسبة لموضوع الكمامات بالنسبة طبعا إزاي الأكل والشرب إيه اللي بتلاجتها طبعا لحد النهارده الأدوية اللي تستعمل في علاج فيروس كورونا أو علاج نزلات البرد المحدودة جدا ده فيروس بيتغير وبيتمحوا ما فيش علاج فعال شافي 100% لحد النهارده بنستعمل مادة البرس كيتامول تمام ودي تواجدت في هيئة زجاجة وفي هيئة قراث وفي هيئة لبوس تمام ودي أمن مادة لخفض الحرارة مش نوعب أن يكون مضاد حيوية على الفضل من مليان بناخد أنت مضاد الحيوية لو فيه مضاعفات فيه نازلة شعبية في مراحل متأخرة شوية إيه الأكل مثلا يكون عندك في التلاجة عندنا كوبتيل حلوة أوي عصير كوبتيل بي عبارة عن جذر بيتامين فيه علي جدا اللي مصرحة في النهارده عندنا كمان اللمون اللمون من أدوية من الحاجات الجميلة جدا اللمون الأخضر من الحاجات اللي هي عالية في الحمضية جدا جدا اللمون الأصفر نفس الكلام الجوافة الجوافة مع الجذر الحاجتين دولة ما شاء الله ما علمونكم كيه الحلوة أوي 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 غاني بفيتامينسية قطري من الثوائل الدافية الثوائل الدافية بتقتل الفيروس الثوائل فعلا بيتأثر بالشمس و بيموت بالشمس لو تعرضنا للشمس عشان كده بنقول الإنسان لازم يعرض نفسه للشمس كل يوميا لمدة من نص ساعة لساعة من عشر إلى أحداشر سنة يعزل نفسه حتى في مستشفى العز عشان كده بنقوله مستشفى العز لازم تكون مجهزة مجهزة بجميع الإمكانيات بقى جهزة الرعاية و دا قطرة الرعاية بقطرة الصدر مش نحط في أي مستشفى كده و مستشفى عزة عشان نرضي مع بعض المسئولين و نهمل المواطن و نهمل المركز كبير و كثافة سكانية عالية و مستشفى موجودة في قلب كثافة سكانية و الأطبائية تزمروا و أقولك اش معنى اخترته ده و مخترته ده موضوع يعني نرجو ان هو مستهل لخالص يعني نقوم منعاتنا ازاي نستشفى الهواء النقل نبقى عن التدخين و نبقى عن المدخنين تمام الصلطة مهمة جدا الجرجير الخفص البصل التوم الأفجات والأناناف المانجا كل الأكلات ديات فيها حمادية عالية جدا الفيروس بيقتل بالحمادية العالية جدا الرقم الهيدورجيني تعمل خمسة و خمسة ل تمانية و خمسة من عشرة تمام فدي كلها حاجات تقوي المناعة بتاعتنا طبعا ننوم نوم كافي من 7-8 ساعات ما نصهرش و نرهق نفسينا في العمل المهمة جدا الراحة النفسية و الراحة الجسدية طبعا دي بالنسبة لسؤالها بالنسبة ايه اللي خليه عندي في التلاجة سواء أكل أو شر أو أدوية الأدوية اللي قلنا عليها اللي هي بتقوي المناعة طيب نقول نسبة الوفيات بين الناس المستهدفين وجد ان الفيروس ده أعلى نسبة وفيات موجودة في مرضى القلب وجد انه بيستهدف حوالي 10% من وفيات موجودة في مرضى القلب بعدين مرضى السكر 8% بعدين مرضى الأزمات الربوية والسد الراوية 6% بعدين مرضى الضغط طبعا الفيروس بيستهدف جميع الفئات العمرية مفيش السسناء وجدنا شباب صغيرين يتوفوا كبار يتوفوا مسنين يتوفوا للأسف أصبح الفيروس بيأثر على كل حاجة في جسم الإنسان وعلى هذا الأسف احنا بنقول يا جماعة يجب ان احنا ناخد احكاستنا احنا في نفق مظلم دخلناه للأسف ومش عايز اقولكم ان احنا يمكن نفسها في بداية وده في علماء بيقولوا لان فلان ذا ديت هنتعايش معها وهنتطنع بمناعة القطيع وعلى هذا الأساس ان الإنسان لازم يحضر نفسه ان هذا الواقع وان لازم يلبسه بصفة مستمرة وما يخلعوش دايما يخلاشوا بالمرة طالما خرج من بره بيته طالما في تجمع تماما في وسائل المواصلات نظم الكمامة تبقى معين لدرجة ان دوقتي فيه فيه قانون نزل ان من يعني يوجد بدون كمامة فيه بدون كمامة في الشارع او في مكان عمله سوف يكون هناك عقوبة بهرام او بغيو وده طبعا عندنا القانون ده اتفاعل في مصر والاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي طبعا فعل هذا القرار واضطره تماما ان جميع المواطنين يلتزموا بالكمامة طيب نيجي بقى هنتكلم طبعا على الوافيات الوافيات لحد النهاردة طبعا تتزايد في اعداد كبيرة جدا طبعا قلنا طبعا نفذ الوافاة كبيرة جدا للأسف في الدور المتحضرة قوي طبعا هنقدر نرجع هنا بقى للايف ستايل لأسلوب المعيشة انسان نظروا بتعوضوا في الشمس بيخسروا من شرب الكحوليات قسرة الامراض الهزمينة قسرة دور المسلمين مفيش ترابط اجتماعي وبعض فيروس كورونا اصبح فيه تباعد اجتماعي كبير جدا وقبل كده كان فيه تباعد اجتماعي طبعا بتلاقي دور مسلمين مليانة مفيش حد بيرعى لمسلمين في هذه الدول فيه سؤال بيطرح بيقولك هل ايوما اكثر عرضة للفيروس او الوافاة في الرجال او النساء وجد فعلا ان الرجال اكثر عرضة للفيروس ونسبة الوافاة اكثر في الرجال من النساء طبعا ايه السبب طبعا الفيروس شارف جدا ونسبة الوافاة في الرجال اكثر لأسباب كتير جدا اول هام كثرة المدخنين في الرجال كثرة امراض الدم وتصلب الشرائيل وما يطاحبها من نقصة الاتشارين عند الرجال النوبات القلبية والسكتات الدماغية طبيعة عمل الرجل بتقصر فيهم هذه الامراض وبالتالي شربك وحليات الاسترس والضغط النفسي والعصبي اللي بيقلل المناعة وبيعمل معه الضغط وسكر الامراض المزمنة تمام فمن هنا بنقول يا جماعة ان الفيروس فعلا بيصاب الرجال اكثر من النساء طبعا لو جينا اتكلمنا طبعا عن طرق العلاج من هذا الفيروس هنقول طبعا يا جماعة ان العلاج بتاعه هو الوقاية الوقاية ثم الوقاية وطبعا الأدوار طلع كلها غير فعالة ومن هنا بنقول يا جماعة لازم نحرص على نفسينا لازم نقل نفسينا من هذا الفيروس التباعد الاجتماعي الانسان اللي بيحس عليه اعراضي يلتزم في البيت تمام وعندنا في القرآن الكريم يقول ولا طلقوا بعيدكم الى التهلقة واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق الله العظيم انفحكم اعذاء المشاهدين احنا فينا مظلوم نخلي بالنا في هذه الفترة كويس قوي والرعي ربنا في كل تصرفاتنا في كل شغلنا في اختيار مستشفات العز اللي منكم تتعذل في اختيار الفريق الطبي اللي هو مجاهد اللي عنده استعداد اللي يستحق انه يشتغل في هذا المكان بإذن الله وأقول لكم الى القان آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته